عملية جديدة للجيش الإسرائيلي لتقوض القدرات المعنوية لحركة حماس وإضعاف بنيتها التنظيمية والحسكرية يد إسرائيل امتدت لتغتال زعيماً آخر من زعماء هذه الحركة يحيى السنوار أو أبي إبراهيم كما يلقبه الكثيرون تم تأكيد خبر الاغتيال بعد اختبارات الحمض النووية التي أجرها الجيش الإسرائيلية ليظهر وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالانت منتشياً بوفائه بتعهداته بالعثور على السنوار والقضاء عليها أنهى يحيى السنوار حياته وهو متهد وملاحق وهارب لم يموت كغائد بل كشخص اهتم فقط بنفسه هذه رسالة واضحة لجميع أعدائنا ستصل قوات الدفاع الإسرائيلية إلى كل من يحاول إيذاء مواطني إسرائيل طبيعة والرد الإسرائيلي كانت متوقعة الإسرائيليون يعتمدون على استراتيجية التقليل من شأن قادة حماس في خطابهم الإحلامي والعسكرية لزعزعة الثقة بين السكان وقادتهم وبخصوص رد أبناء غزة فيرون أن الاغتيالات لن توقف الحرب بل ستزيد من تأشيج الواطحة بس السنوار يعني اللي اغتلوهم مثلا اغتلوا بالعابد هنية استغتالوا حسن نصر الله ما وقفتش الحرب احنا عامل من طالب أن الحرب تقف اغتيال السنوار لن ينهي الحرب وإسرائيل مستمرة في نهج الاغتيالات والقتل احنا سمعنا لكن هذا الخبر احنا حتى لو استشهد الحرب مستمرة ان شاء الله حتى تحليل المسجد الأقصى ظل السنوار الذي انتخب رئيسا للمكتب السياسي لحماس في شهر غشت خلفا لإسماعيل هنيكا الذي اغتيل بدوره حالية إسرائيل نهاية يوليوز الماضي ظل هدفا رئيسيا لتل أبيب بعد أن اعتبرته الحقل المدبرة لهجوم حماس على إسرائيل المباغث وغير المسبوقة في السابع من أكتوبر من العام الماضي بالنسبة للإسرائيليين لم يكن السنوار مجرد قائد عسكري بل كان شخصية ذات نفوذ شعبي قوي في غزة اغتياله قد يؤدي إلى توحيد الجبهة الداخلية لإسرائيل وكسب التأييد السياسي لكنه يصعب الجسم بأن هذا الاغتيال والاغتيالات التي سبقتها قد تقضي على المقاومة فسلسلة الاغتيالات قد تضعف تنظيمها وتربك صفوفها مؤقتا لكن لن تقضي عليها بالكامل لأن المقاومة في غزة مبدأ متجذر لا يرتبط بالأفراد فقط كما يؤكد على ذلك أهل هذا القطاع شكرا شكرا